خلينا نروح نقابل من خلال زوم ضيفي الكاتب وصنع المحتوى مايكل راشد أهلا بك يا مايكل أهلا بك يا مايكل أهلا بك يا أمان عملي أخبارك الحمد لله تمام قولي بقى إحنا بنتكلم النهاردة عن الهدوء والسكينة الهدوء فعلا يعني ممكن نقتصر الهدوء ده أنه أنا عندي طاقة حلوة يعني أنا هادية كده ومستكنة ومبسوطة كده واتلاقيني هادية فهل دي طاقة؟ يعني طاقة حلوة أنا بس تحضرها يعني بجلبها من الكون يعني إزاي يجلب الطاقة الحلوة دي الهدوء والسكينة عمتلا يعني ممكن نقول الهدوء والسكينة ممكن نقول أنها حالة أو قرار هي موجودة أصلا جوانا يعني هي إحنا طلدنا بها يعني مثلا في كتاب حلو عوي اسمه Power of Now أكيد في ناس كتير عارفها يعني وهو قوت الآن هو الكتاب كان إيرك كان بتكلم في كتاب ده وبيقول يعني أنه أن الهدوء والسكينة على الكلام آخر تقولي يعني أنه هو وريدي موجود جوانا كلنا بس إحنا اللي بقى ساعات بننسى عشان إحنا مش مركزين في اللي بيحصل دلوقتي يعني زي ما أنت قلت أنا مثلا داخل البيت وأنا في دماغي حاجات كثيرة لها علاقة بالشبه وفي دماغي حاجات لها علاقة بمصاريف وفي دماغي حاجات لها علاقة بمشاكل معناه الثانية فأكيد طبعا لما بدخل البيت أدي جوايا فكل أن أنا ألاقي الهدوء والسكينة اللي هي المفروض تبقى موجودة أصلا جوايا كل أن أنا لقيها بقى دلوقتي في البيت وأنا داخل الارتاح كده بموضوع يبقى صعب قوي إحنا عندنا دايما الفكرة بتاعت البيكس دي يعني طالما أنا دلوقتي في بيك عالي من المشاحنات أو من الضغوطات الممكن تكون موجودة صعب جدا عليك أن أنت تروح للبيك العكسية مرة واحدة فعلشان أقدر أصل الهدوء والسكينة دي أنا محتاجي يكون عندي زي ما كان مثلا بورف ناو أو آخر طول بتكلم في كتاب ده يكون عندي شكل من أشكال أن الهدوء والسكينة هي قرر أنا أقدره في الأساس أني أدور عليها جوا حياتي حتى علشان كده بقت تظهر حاجات جديدة ناس بتتكلم عليها كتير يعني مثلا الناس بتعمل ميديتيشن أو تأمل والناس اللي بتعمل يوجه أو الناس اللي هي حتى بتصلي بس بتصلي من قلبها كل هذه الأفكار تساعدك تاني أن تتلجع الهدوء والسكينة لأنها تقلل شوية الدوشة أو تقلل شوية الحاجات اللي هي موجودة في دماغك على طول